الكبابة هي ايه؟ تعالوا نعملها مع بعض عادة احنا عاركين انها برغل ولحمة النهاردة مقدرنا لاتي كباية برغل وهو ناشف الناعم كباية ناشف يعني البرغل ناشف من غسله كويس وبعدين من ننقعه بمية فطبعا بينفش معنا يعني لو حطيناه دلوقتي بالمجرينكام حيبقى اتنين بيتضاعف تقريبا حجمه بس كباية برغل ناشف نغسله ننقعه لحد ما يتشرب المية ولو المية زيادة صفوها مهم ما يبقاش فيه مية بصوا فيش مية خالص تمام وتعرفوا لما تمسكوه كده لما يمسك نفسه بالشكل ده بصوا ياخد شكل اليد انه هو ممتاز هنحط له كباية دقيق ودي ده الاختلاف اللي بين الكبابة العادية ودي صراحة دي للناس اللي بتفوك معاها الكبابة اللي ببرغل اعتمدوا الطريقة دي الدقيق بيربطها تماما هنحط لها بصلة مبشورة اهي وعندنا اللحمة المفرومة كنترول احنا هنحط اللحمة المفرومة جوه بس صاح هنخلطها بمية عشان بس اتأكد اقول لهم انه الوصفة دي وصفة موفرة ليه بقى؟ لانها هي من الحاجات اللي مفيش فيها عادة الكبابة لحمة من برا ولحمة من جوه دي هنعمل العكس هنحشيها كمية من اللحمة كبيرة جوه ومن برا هنبتدي هنحط البهارات الاول هنحط تحويجة الكبابة هي ايه تحويجة الكبابة؟ خلطة دي احنا عملناها مع بعض في البرنامج هي عبارة عن مينلي ارفة وكمون سموها كمونية الكببة ارفة وكمون وبيتحط لها كمان شوية نعناع مجفف وشوية زر ورد وشوية قرنفل وشوية فلفل اسود بيبقى لونها بصوا هتحسوا لون الكمون اكتر وشوية بهار مشكل اللي بيضغى عليها هو الارفة فهنحط يا اما ارفة وفلفل اسود وشوية كمون يا اما تحويجة الكبابة اللي هي زي ما قلنا كمون ارفة ريحان مجفف نعناع مجفف زر ورد فلفل اسود شوية قرنفل خلطة كده لما تشموها بتحسوا بريحة الكبابة هنعجنها بشوية مية لحد بس ملع عجينة تلم وطبعا هنحط الملح الملح جنبي هنا هنديها الملح فمناخد مية ومنبتدي نعجن اذا اللي عايز يعمل الكبابة مقلية ويوفر باللحمة من برا هتعتمدوا الوصفة دي وتحشوها لحمة قد ما انتوا عايزين هتدينا قرمشة حلوة شفتوا المقلية دي اهي بصوا طلعة ازاي يعني تقدروا تقولوا انه دي مفيش فيها لحمة برا بصوا اهي زي الفل فمنحط شوية مية بس تتعجن معانا بالشكل دا تاخدش وقت خالص بصوا لقيت عجينة اهي وبقت جاهزة ممكن ادقها ملحها ممتاز ممكن تاخد شوية بهارات كمان طيب هنعصج اللحمة سمنة او زيت بصلة كتير يعني منزود البصل عشان يديني طعم حلو منحط للبصلة ملح وفلفل وقرفة وبعدين منقلب معاها اللحمة ومنخليها جوسي طرية بعد كده بعد ما تطلع منع النار وتستوي منقوم حطنلها عين جمل لو حبين بصوا انا فرمى معاها عين الجمل اهو نفرم عليها عين الجمل فاللحمة المتعة الصاجة عادية معاها عين جمل ببرا النار دلوقتي جنبينك طبق في ميا منغطس ادنا بالميا مناخد حطة من الكوبيبة اهو ومنفتحها بالشكل ده نستخدم صبعنا كده نوسعها دي مش محتاجين نديها الشكل المدبب من الاطراف بعدين مناخد جزء من الحشوة وخلينا كرمة كده بالحشوة عشان احنا مفيش اصلا برا في العجينة لحمة فنقدر نحشيها براحتنا الميا بتساعدنا على فكرة انه ننعمها كده بصوا فيه اسهل من كده اهو اه دي قرص الكوبيبة ترجمة نانسي قنقر